اشتركوا في القناة يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا ما لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا مهجتي ذوبي ويا عين اسكبي فلقد قضى غدرا رئيس المذهبي وتوشحي يا روح جلباب الأسا للطيب ابن الطيب ابن الطيب فجعت به أم العلوم فلم تزل حزنا تجاع في نومها بتقلبي وتقوضات بالرزي أعمدة الهدى فبه رمى المنصور أقصى ما ربي طلب الرضا من عائل بيت محمد وسوى ذاه بعائله لم يطلبي أيموت جعفر للسموم مقاسيا أيموت جعفر للسموم مقاسيا ما ظلم العلياء دون الكوكب كم مرة قطعوا عليه صلاته كم مرة جاءوا به من يثرب شيخا شيخا كبيرا أوقفوه حاسرا أيها ويلا أين النبي يراعه أين أخ النبي معزال يشكوه وحدة وتقلقلا أيها أيها لكن يهون الصعب عند الآية أيها 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 أصعبي أيها أيها إن يذكري المولى حسينا مفردا والصحب بين مترب ومسلبي كم ذا أبوه أرون أجرى دمعه أيها ولما دعا يا مريم نقومي أيها 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 فحسين أمسى فوق القنام والجسم تحت الخيل ساحة ملعب لم يرضى إلا يرافق ضعنه قاسى كما قاسى نساه في السبيع عين تسيل لما ترى برقية هيين وتسيل أخرى للحجعي بالزايا هيينبي حر قلبي للحوراء زينب كأني بها صاحت يحسيا يا ابنم يا مذبوح خويا علي أكل بشه والحزن والنوح والنا أحعار وتظل بالشمس مطروح والله وسايف يلم نجف لك نوعوح للشام عن نكزي أنا بتروح يا روح للشام عن نكزي يا نبي تروح صاحت مشيتا 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 أمر الله علي أجرات مشيتا مشيتا ودمع برد حسراتي مشيتا يا أجراتي قلنا درب الشام يا ابن أمي مشيتا أبو علي آيا فرجة الوعد معلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين دخل الفضيل بن يسار على إمام الصادق عليه السلام فقال له روحي فداه يا فضيل تجلسون وتتحدثون بحديثنا قال نعم قال إن تلك المجال سحبها فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا صدق سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا في هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد هذا الحديث الشريف يرويه الفضيل بن يسار حيث يدخل على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيبادر الإمام بالسؤال يقول يا فضيل أتجلسون وتتحدثون بحديثنا قال نعم يا ابن رسول الله قال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا إن شاء الله ممن يوفق لإحياء أمرهم من المجالس التي تورث الحصرة والندامة في يوم القيامة هو المجلس الذي لا يكون فيه ذكر لآل البيت سلام الله عليهم أما مع ذكرهم فحيثما ذكروا حلت رحمة الله تعالى يحل الخير تحل البركة نعيش في هذا اليوم ذكرى شهادة سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لله در الشاعر يقول لأنت يا جعفر فوق المادح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء كان لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أدوار كثيرة في حياته منها دور الإمام صلوات الله عليه في الجانب العلمي حيث أنشأ الإمام صلوات الله عليه أربعة آلاف من حملت علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فقط في جامع الكوفة تسعماء كل يقول حدثني جعفر بن محمد ومنهم أئمة مذاهب أبو حنيفة اللي يقول لو لسنتان لهلك النعمان مالك اللي يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أصدق ذي لهجة من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه من تلامذة الإمام صلوات الله وسلامه عليه حشام ابن الحكم يقول للإمام روحي فداه يا حشام لو كان بيدك جوزة وقال الناس هذه لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة وإذا العكس لو كان بيدك لؤلؤة وقال الناس هذه جوزة أيضا ما كان يضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة المهم يقول للإمام صلى الله عليه أن عملك يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لا يهمك أنه من رضي ولا يهمك من غضب صانع وجها يكفك الوجوه المهم هو رضى الله سبحانه وتعالى وإلا رضى الناس غاية لا تدرك كان لإمامنا الصادق عليه السلام دور عظيم في الموعظة أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كان لي جار في الكوفة وقد أصاب مبلغا من الحاكم فالمبلغ طائل مبلغ ضخم من المال بمن استثمر هالمبلغ هذا راح إلى ملذات الدنيا راح إلى المنكر والعياذ بالله يوميا داعي أنه أصحاب على مائدة السكر والشراب وطرب يقول غناء شكوته إلى نفسه غير مرة يضايقني يقول هالجار كثيرا يقول لكن مهما نصحت مهما وعظت ماك فائدة إلى أن يوم من الأيام يقول با لغت في نصحة هو يقول احجيته يا اختفت لي قال لي يا أبا بصير أنت رجل معافى وأنا مبتلى هل لا أخبرت صاحبك بأمري يعني بذاك الإمام الصادق سلام الله عليه عسى الله تعالى أن يرحمني يريد لها دعوة دعوة من الإمام سلام الله عليها الرجل تغير مسار حياته يقول فعلا وفقت في موسم الحاج راح أتأزور الإمام سلام الله عليه يقول قبيل ما أطلع من يم الإمام يقول اذكر الجاري يقول قلت له سيدي ابن رسول الله أنا عندي جار وهالشكل وهالشكل أوصاني هذا وضعه وهي وسيته قال للإمام روحي فداه يا أبا بصير حينما تعود إلى الكوفة راح يجون الناس لزيارتك سيأتي هذا الرجل أيضا أقرئه مني السلام قل جعفر بن محمد يقول لك دع ما أنت عليه اترك هالمنكر هذا وأنا أضمن لك على الله الجنة شي يريد بعد أكثر من هذا هذا إمام معصوم ويضمن له على الله الجنة يقول ارجعت إلى الكوفة يجعوا الناس يقول لزيارتي أقبل هذا الرجل يقول أراد أن ينصرف أخرته حتى تفرق الناس يقول قتل جعفر بن محمد يقرئك السلام ويقول لك دع ما أنت عليه وأنا أضمن لك على الله الجنة بكى هذا الرجل قال بالله عليك جعفر بن محمد يقول هذا يقول قتل إي والله قال لي حسبك يقول راح مرت يقول ثلاث أو أربعة أيام أرسل إلي يقول رحت لإلى بيت واقف يقول خلف الباب ويكلمني قال لي يا أبا بصير والله لقد خرجت من جميع ما عندي ما عندي من أموال من حقوق متعلقات لدرجة أني الآن أبقيت من دون ساتر ملابس ما عندي وجاي أحاشيك من وراء الباب يقول رحت إلى بعض إخواني رتبت للملابس ويجبت لي يقول أيضا مرت عدة أيام أرسل إلي مرة ثانية أني مريض يقول رحت للمريض يوميا أجيب للطبيب أهيئ للدواء إلى أن يقول استاء وضع فنزل به الموت يقول مغمى عليه يقول أنا قاعد يمرسه يقول هذا الرجل مغمى عليه إذ أفاق التفت لقال لي يا أبا بصير قد وفى لي صاحبك وفارقت روحه الحياة يقول رحت في موسم الحج أيضا رحت بخدمة الإمام سلام الله عليه يقول جاي أدخل إلى دار الإمام روحي فداه رجل في صحن الدار الأخرى في داخل الدهليز يقول التفت للإمام قال لي يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية نسأل الله الرحمة وقل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كان لإمامنا الصادق لا فلاحظ قول الإمام الصادق عليه السلام يقول وما عقد إثنان مأتما على جدي الحسين إلا وكانت أمي فاطمة ثالثهما الزهراء الزهراء روحي في داها تحضر أبو بصير أقام في داره مأتما لسيد الشهداء سلام الله عليه لكن ما دع الإمام لعله ما دع الإمام خشية على الإمام خوفا على الإمام لأن الإمام يجزع ويحزن لما يسمع مصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه فإجاب اليوم الثاني أخبر الإمام لعل هنا يريد يدخل السرور على قلب الإمام روحي في دا لأن تدري إقامة مآتم العزاء وحضورها يدخل السرور على قلوب أهل البيت عليه السلام يقول الإمام وما من باكن يبكيه إلا وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا شايف هذه الدمعة على الحسين سلام الله عليه قد يحبوها آل البيت يجي أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للإمام سيدي إن لنا جارية وهي على غير ديننا قل متى ما أردنا أنه انعاقبها تقسم علينا بمن تقسم تقول لهم بحق من إذا ذكرتموه بكيتهم قال الإمام عليه السلام رحمكم الله من أهل بيت إجا هذا الرجل أخبر الإمام قال سيدي أقمت في داري مأتما لجدك الحسين عليه السلام وإذا الإمام يقول لنا نعم أعلم وكنت حاضر في ذلك المأتم أنا موجود استغرب ما شايف الإمام سلام الله عليه ذكر الإمام بموقف قال أتذكر عند خروجك بالباب وأنت طالع أو ما عثرت بثوب استحضر الموقف قال الإمام ذاك الثوب الذي اعثرت به هو ثوبي تبين وين الإمام روحي في ذاه قاعد قاعد بالباب قال سيدي لما لم تتصدر المأتم قال الإمام كيف أصدر وأمي فاطمة في صدر المأتم الإمام سلام الله عليه مو فقط يوصي بإقامة مآتم العزاء بل هو يقيم العزاء لجده الحسين عليه السلام يجي أبو هارون المكفوف يقل الإمام أنشدني في جدي الحسين شعرا قرال أبيات السيد الحمير أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم اللازلت من وطفا ساكبة روية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد أعوجي فإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطي وابك المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية قال الإمام زدني قرال مريم قومي واندبي مولاكي وعلى الحسين فأسعدي ببكاكي صاحة إحدى العلويات من داخل الدار وجداه وحسينه قال للإمام من أنشد في جدي الحسين شعرا وأبكى خمسين وجبت له الجنة من أنشد في جدي الحسين شعرا وأبكى أربعين وجبت له الجنة من أنشد في جدي الحسين شعرا وأبكى ثلاثين وجبت له الجنة إلى عشرين عشر إلى واحد ومن بكى أو تباكى على مصيبة جدي الحسين وجبت له الجنة شايف هي الدمعة على الحسين شعر لها من منزلة شعظمها عند الله ورد في الخبر لو أنها سقطت على نار جهنم لأطفأتها موالية حادثة حدثت مع الإمام سلام الله عليه واسى بها جده الحسين المنصور الدوانيقي يأمر واليه على المدينة أن يحرق دار الإمام سلام الله عليه أضرمت النار عند باب دار الإمام في منتصف الليل أخذت ما في الدهليز ودخلت إلى داخل الدار خرج الإمام وهو يتخطى النار ويقول أنا ابن أعراق الثرى أنا ابن إبراهيم الخليل راحوا مجموعة من شيعة الإمام باليوم الثاني زوروا للإمام سلام الله عليه وإذا الإمام حزين ويبكي سئل سيدي مما بكاؤك لإحراق الدار لانتهاك الحرمة قال والله ما لنفسي بكيت لما أضرمت النار في منتصف الليل وأخذت ما في الدهليز ودخلت إلى داخل الدار رأيت فرار بناتي عيالاتي من حجرة إلى حجرة ومن دار إلى دار بمن يذكر الإمام الموقف يقول ذكرني بعيالات جدي الحسين في يوم عاشه رأي شلون بنات رسول الله لما ناد المنادي أحرقوا بيوت الظالمين والإمام زين العابدين قل للحوراء زينب أما أفررنا على وجوه كنا في البيداء بعدها العمر المليء بالآلام مليء بالأحزان بالشجون آجركم الله دس لإمامنا الصادق عليه السلام السم في عنب بأمر من المنصور الدوانيقي قدم للإمام عليه السلام أكل حبات من ذلك العنب سر السم في بدن الإمام نزل به الموت الذي لا بد منه الإمام مسجع على فراش الموت آجركم الله أوصى إمامنا بوصاياه العام والخاصة ثم إن إمامنا عليه السلام مدد رجله أسبل يديه غمض عينه ثم فاضت روحه الطاهرة شهيدا صابرا محتسبا رحم الله من نادى وسيدا رحم الله من نادى ومسموما يا عين يا عين هل الدمع غدران على البسم قضوا الجسم نحلان مصيبتهم مصيبة هد الأكوان على الصادق تشب القلب نيران مما يعون الخاطب أن الجسد الطائر لإمامنا الصادق غسل وكف وشيع ودفن ولم يبقك جدي الحسن على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن ولا عدفن ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مده علي ردا لعجن أقول تخف الأحزان ما معت مثل حسين عطشان عطشان ولا لعبة عليها الخيل ميدان ولا عقبا سبت للشعب نسوان ولا سب يزيد وضحك بروان كأني بالحوراء زينب تقل من عادة ليقع بلك واعن ويصير لني الشعب نيشان والله تجي أخوته وتنسف الجيماء ويزقوه معين شعن عطشان ويحولول بخطة الميدان ويقلوه أولا سعلم يا رئيسان والله صعبك سهل يا علي الشان تقل لي شع تذير شع تذير عندك ما لي لسان خويا فزعنا لكم من الخيام نسوان قعدين قعدين يمبوا ليمين حبان والله السكنة تعدد لن وهن يبتشان الرباب الصيح بالله حالي لطمان وين تنعي يا سكنة لا تفترين تقل يا سكنة شوف بوشح سيان مطروح أوكل ونلي ونه تشعب الروح يا سكنة ساعد عم تشعل النوح تراي طايحة يا مرأس الحسين هاجين هاجين الحراءة يرمله بالنار هاجين أولعد جسمك يا بو السجاد هاجين هاجين يقل للك علينا هاجين أو تدرع دعاك ما بهم حميا أنعم جوابا يا حسين وما ترى شمر الخنى في الصوت لما أضلعي إلهي وسيدي ومولاي نسألك وندعوك ونقسم عليك بإمامنا الصادق عجل لوليك الفرج جعلنا من أنصاره وأعوانه واللائدين تحت لوائه والمستشهدين بين يده بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 شف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين مرضى هذا الجمع الحاضر اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما من سألني وسألكم الدعاء سلكم الدعاء جميعا اجعل عواقب أمورنا إلى خير الإخوة القائمين على هذا المأتم الشريف خدام أمير المؤمنين تقبل اللهم عملهم اجعل قلوبهم وقلوبنا ودورنا جميعا إن شاء الله عامر بذكر أهل البيت ومحبتهم ارحم موتاهم برحمتك الواسع ولأرواح أماتهم مع أماتنا وأماتكم وأمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات اخفر بن محمد عليه السلام ولي الله